الشيخ علي الجرجاوي الذي عرف بحبه الشديد للإسلام والعمل على نصرته قد قرأ في إحدى الصحف عام 1906 خبرا غريبا مفاده أن رئيس وزراء اليابان الكون كاتسورا أرسل خطابات رسمية إلى دول العالم ليرسل إليهم العلماء والفلاسفة وكل أصحاب الديانات لكي يجتمعوا في مدينة توكيو خلال مؤتمر عالمي ضخم يتحدث فيه أهل كل دين عن قواعد دينهم وفلسفته ثم يختار اليابانيون بعد ذلك ما يناسبهم من هذه الأديان ليكون دينا رسميا للإمبراطورية اليابانية بأسرها والسبب ذلك أن اليابانيين بعد انتصارهم على الروس في معركة تسوشيما عام 1905 رأوا أن معتقداتهم الأصلية لا تتفق مع تطورهم الحضاري ورقيهم المادي والأدبي الذي وصلوا إليه فأرادوا أن يختاروا دينا جديدا يكون ملائما لهذه المرحلة من تاريخهم أسرع الشيخ الجرجاوي وكتب في صحيفة الإرشاد يدعو شيخ الأزهر وعلماء الإسلام لتشكيل وفد للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يمكنهم من خلاله إقناع الشعب الياباني بالإسلام وهذا من شأنه إذا حدث فسوف يؤدي إلى قيام حلف إسلامي قوي يجمع اليابان وربما الصين أيضا مع السلطنة العثمانية ويعود للإسلام مجده القديم وقد حثه بالتحرك السريع لانتهاز هذه الفرصة الذهبية لنقل دين الإسلام إلى أقصى بقاع الأرض ولكن كان موقف الأزهر سلبي لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي الذي كان دوما ضد الإسلام ومع ذلك لم يستسلم الشيخ الجرجاوي وانطلق إلى قريته الصغيرة ليبيع خمس أفدنة من الأرض كانت كل ثروته لينفق على حسابه الخاص تكاليف تلك المغامرة ولأن أيامها لم يكن هناك سفر بالطائرات لذلك انتقل على متن باخرة من الإسكندرية إلى إيطاليا ومنها إلى عدن في اليمن ومنها إلى بومبي في الهند ومنها إلى كولومبو في جزيرة سيلان ثم إلى سنغافورة ثم إلى هونج كونج ثم إلى سايجون في الصين ليصل أخيرا إلى ميناء يوكوهاما الياباني بعد مغامرة بحرية لقي فيها الأهوال والمصاعب وهناك في اليابان فوجأ الشيخ الجرجاوي بوجود شيخ هندي وشيخ من تونس وشيخ صيني وشيخ روسي كل هؤلاء جاءوا مثله على نفقتهم الخاصة ليجدوا أن الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني أرسل وفدا كبيرا من العلماء الأتراك بدأت جلسة المؤتمر لتعرض كل جماعة دينها واعتمد الشيخ الجرجاوي وأصحابه على التبسيط والإيجاز في شرح مبادئ الدين مع سرد البراهين والأدلة العقلية للإجابة عن الشبهات التي طرحها البعض في المؤتمر فأسلم الآلاف على أيدي تلك المجموعة وكاد إمبراطور اليابان الماكيدو نفسه أن يسلم على يد الجرجاوي بعد أن أبدأ إعجابه بالإسلام إلا أنه خاف على كرسيه الإمبراطوري ولكنه أخبر الشيخ الجرجاوي أنه إذا وافق الوزراء على تغيير دين الآباء فإنه سيختار الإسلام بلا أدنى شك ثم أعلن في نهاية المؤتمر أن حرية العقيدة في بلاده متاحة ومكفولة فخرج الشيخ الجرجاوي إلى شوارع المدينة مع المترجم وراح يحدث اليابانيين عن الدين في مدة بلغت الشهر فأسلم على يديه آلاف اليابانيين وعاد إلى مصر بعد أن أسس في توكيو جمعية للدعوة الإسلامية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها ولم يتوقف يوما عن الجدال والصراخ وكان الزوج بدوره يعاني أحزانا بسبب خلافاتهما وعندما لم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر قررت أن تفعل شيئا فذهبت لصيدلي صديق عائلتها وحكت له الوضع بالتفصيل وسألته أن يمدها ببعض العققير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد فكر الصيدلي ثم قال لها إن الكلمة الطيبة والإحسان إلى أي إنسان حتى وإن سبقت منه الإساءة سيجعله يراجع نفسه ويغير أقواله وأفعاله ونحن قادرون على زرع ما نحب أن نجنيه بالكلام الجميل والحب الصادق والصبر والإخلاص وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عندما وجدها لم تقتنع بما يقول دخل غرفة التحضير ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة وقال لها ليس من الحكمة أن تستخدمي سما سريع المفعول وإلا ثارت حولك الشكوك لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجيا وببطء وعليك أن تجهز لها كل يومين طعاما من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاطا من هذا السم بالقطارة وفي هذه الأثناء عاملها بلطف وود ولا تتشاجر معها أبدا مهما كانت الظروف عاملها كما لو كانت أمك حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد سعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور ومضت الأيام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقة وتتذكر دائما ما قاله الطبيب لعدم الاشتباه فتحكمت في طباعها وأعصابها وعاملتها كما لو كانت أمها وبعد ستة أشهر تغير جو الأسرة تماما فقد نشأ جو من الحب والصداقة بين الزوجة وحماتها التي تغيرت هي الأخرى وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها وأصبح الزوج سعيدا بما طرأ على جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدرية وقالت له بحزن من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حمادي فقد صارت لطيفة جدا وأنا أحبها الآن مثل أمي أرجوك لا أريدها أن تموت ابتسم الصيدري وهز رأسه وقال يا بنيتي أنا لم أعطك سما قط لقد كان المحلول الذي بالزجاجة عبارة عن ماء أما السم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان ساكنا في عقلك والآن تأكدت والحمد لله أنك شفيت منه يا بنتي ليس حسن الخلق فقط أن نعامل الآخرين معاملة طيبة بل أيضا أن نصبر عليهم ونتحمل عتابهم وسوء تصرفاتهم معنا ولا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدق وكما قال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بعد عامين من الزواج علمت الزوجة الصالحة أن الله رزقها بالحمل فحمدت الله كثيرا وعندما جاء موعد الولادة ذهبت إلى مستشفى خاص وكان بها طبيب يخدع النساء ويخبرهن أنهن بحاجة إلى عملية قيصرية حتى يأخذ أجرا أكثر من الولادة الطبيعية فأخبر الزوجة كذبا بأن الجنين في حالة خطرة والحبل السري قد التف على رقبته ولا يوجد توسع بالرحم لكي يجبرها على الموافقة بإجراء العملية القيصرية ثم تركها تفكر وذهب إلى مكتب الأطباء لاحتساء القهوة وبينما هو كذلك سمعت إحدى الممرضات زوجة هذه السيدة يقول لها لا يوجد لدينا إمكانية لدفع مبلغ كبير الله يعلم كيف دبرت هذا المبلغ لأجعلك تلدين بمستشفى خاص تأثرت الممرضة بما سمعته من كلام الزوج وشعرت بالمسئولية أمام الله إن لم تخبر الزوجين بالحقيقة وأن الزوجة تستطيع أن تلد ولادة طبيعية ورغم علم الممرضة أنها سوف تطرد من العمل إذا علم أحد بما يدور في ذهنها إلا أنها تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وبدون تردد توجهت نحو الزوجة وقالت لها سوف أساعدك على أن تلدي ولادة طبيعية بإذن الله اذهب إلى هذا الطبيب وأخبريه أنك لا تريدين الولادة هنا بالسبب التكاليف الباهضة وأنك ستذهبين الآن لمستشفى حكومي وعندها سيخبرك بأن الولادة ستكون طبيعية حتى لا يخسر كل المال نفذت الزوجة ما قالته الممرضة وأثناء ما كانت الزوجة في حالة طلق شديد أخذت تدعو للممرضة بطريقة جعلت الممرضة تبكي بكاء شديدا وحدثت إرادة الله وتمت الولادة الطبيعية وفي وقت قليل ومع سماع بكاء المولود عادت الزوجة ودعت للممرضة مرة أخرى ولمدة عشر دقائق ظلت الزوجة داخل المستشفى طوال اليوم والممرضة تقوم برعايتها ورعاية طفلها وفي المساء فوجئت الزوجة بالممرضة تحتضنها وتقبلها بكل حب وتخبرها أن أسرتها أخبرتها بأن شابا تقيا تحدث معهم منذ ساعات ويريد الزواج بها بعد أن أصبح عمرها ثلاثين عاما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فرحت الزوجة كثيرا للممرضة التي قررت الذهاب إلى مدير المستشفى ونقابة الأطباء لتخبر الجميع عن سوء استخدام الطبيب لمهنته واستغلالها في إرهاق المرضى ماديا والإضرار بهم صحيا ونفسيا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ترجمة نانسي قنقر